هذا وأكد سعادة سيد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان خلالة رؤوسه أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أكد أهمية المؤتمر كونه ينعقد في وقت بالغ الأهمية في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجهها مشددا على ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في التصدي لهذه التحديات إن إلقاء نظرة عامة على خريطة الأزمات والصراعات التي تشهدها منطقتنا العربية في اليمن وسوريا وليبيا والسودان والصومال واللبنان تكشف لنا حجم المأساة التي تعيشها أمتنا العربية في الوقت الراهن والتي أدت إلى تحويل الملايين من أبنائنا إلى نازحين داخل بلدانه ولاجئين في الدول الأخرى فضلا عن استمرار نزيف الدم العربي دون توقف على أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة وانتظيمات الإرهابية التي تجد في استمرار هذه الأزمات بيئة خصبة لنشر فكرها المتطرف وتوسيع نطاق عملياتها الإرهابية ولا شك في أن التدخلات بعض الأطراف الإقليمية والدولية في هذه الأزمات تفاقم منها وتسبب في إطالة أمدها دون حل ولعلكم تتفقون معي أن خطورة هذه التدخلات المرفوضة لا تكمن فقط في أنها استباحة سيادة بعض الدول العربية واستحلت مغدرات وثروات شعوبها ولكنها تعمل أيضا على تفكيك نسيج المجتمعات داخل هذه الدول وزارة بذور الفرقة والانقسام بين مواطنيها على أساس الدين أو المذهب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر